تحدث البعض عن أنه الصوفية معنية يعني كثيراً بالخوارق بخوارق العادات على الرغم من أنه يعني في عموم الخلق وعموم المسلمين وعموم المؤمنين نحن نعرف طريق الله سبحانه وتعالى بالشريعة الإسلامية القرآن والسنة فلا حاجة لنا لأن نبحث عن خوارق العادات أو الكرامات أو الفتوح أو أشياء من هذا القبيل فتسألون لماذا تعنى الصوفية بخوارق العادات أو ينشغل بها المتصوف كثيراً لا ينشغل المتصوف ولو انشغل بها لكان جاهلاً اللي حصل أن الكرامة أقرها أهل السنة والجماعة من لدن الصحابة وإلى يوم الناس هذا واللي حصل أيضاً أن هناك مجموعة من القصات القلوب الأقرب إلى المادية الذين يريدون أن ينكروا خوارق العادات يقوم لهم الصوف ويتعرض لهم لأ خوارق العادات من عقيدة أهل السنة والجماعة والكرامات كل كرامة اللي وليه فهي معجزة لنبيه ويبدأوا إقراراً للعقيدة لكنهم لا يشغلون أنفسهم لا بكرمات ولا ينتظرونها ولا يجعلونها حتى جزءاً من برنامج التربية برنامج التربية عندهم مبني على برنامج الذكر وبرنامج الفكر والفكر على نوعين التأمل في كتاب الله المصطور وهو القرآن والتأمل في كتاب الله المنظور وهو الكون واضح جداً عندهم المنهج والتربية ليس فيها خوارق العادات خوارق العادات عوارد تلقى في طريق الإنسان فتأتي القاعدة ملتفت ولا يصل قوعة تلتفت دا بالرؤى ولا تعيش روحك فيها ولا بالإشراقات ولا بالحاجات الأشراقات دي هي نعم ككل سائر نعم وسائر نعم تستوجب الشكر ربنا رزقني مال أو جاه أو سلطان أو علم أو شهر أو جمال أو أي حاج ومن ودع علم ومنها كمان المال ومنها الوالد ومنها ومنها طيب كويس أعمل إيه بقى ضد هذه النعم علي أن أشكر دي نمرة واحد ثم أقوم بواجباتها واجبات النعم أجعل لها وظيفة الشهرة العلم ما ينفعش أتكبر به وهكذا فيبقى إذا كل نعمة ومن ضمنها الإشراقات الإشراقات من اتبعها ضلّة ورأيناه بعد ما يتبعها يجي واحد يقول لي والله أنا يظهر إن أنا مكلف برسالة من الإله أقوله إزا يقولي دي أنا بشوف كل يوم ما نام وبيحصل زي ما هو أيوة ده بتشوفه كل يوم ما نام وكذا إلى آخره أقول الحمد لله الحمد لله دي نمرة واحد نمرة اتنين تؤدي النعمة بأنك أنت تستعمل هذا في مكانه وبعد من يلقلك أن الشيطان ما بيوركش كله ده علشان يجي بقى في آخر واحدة بعد ما حضرتك سلمت وافتكرت أن هذا من عند الله فيطلع عليك ببلوة تخرجك من ديوان الولاية كلها وهذا ما ورد عن الأئمة الكبار زي السيدة عبدالقادر الجلال ورد عنه أنه كان جالس في خلوته وهو بعدين بيقول فظهر لي نور النار رأيت أحلى منه قط وسمعت صوتا لم أسمع قط في حياتي أجمل منه يقول يا عبدالقادر قال فذوبت كما يذوب الملح في الماء وخلت لبيك إيه الصد ملك ولا في حاجة ده قد أحببناك فانهمرت في البكات وقربناك طيب ماشي وأحللنا لك الحرام قادي بقى الفكرة الأخيرة مدخل الشيطان اللي بنقول لك من الأول ما تعتمدش على الإلهامات والإشراقات والرؤى والأحلام والفتوحات والأسرار والأنوار عشرين حتة اسمها الإشراقات إيه وعا تعتمد عليها لأنها يستدرجك قد تكون مدخل الشيطان قد تكون قد تكون مدخل الشيطان وقد تكون من نعمة من النعم صحيح قال فانطفأ النور وسمعت حشرجة ما سمعت أسوأ منها قد وهو يقول علمك نجاك يا عبد القادر أخرجت بمثلها سبعين وليا من ديوان الولاي هذه اللي احنا بنقول الإشراقات موجودة الإشراقات نعم الإشراقات لا يعتمد عليها لا هي إخبار ليا بإننا يعني يا ما هنا يا ما هناك ولا درجة ولا ترقي ولا حاجة ولذلك نحمد ونشكر ونتجاوز هذه الطريقة لأنه ملتفت لا يصل